شخصية النهاردة هو صحابي صحابي اتهم بخيانة رسول الله وسيدنا عمر بن الخطاب كان هيقتله ولكن برقته جات من عند الله عز وجل شخصية النهاردة هو حاطب ابن أبي بلتعة وتعالا بقى احكي لك بسم الله الرحمن الرحيم صلي على النبي وركز معايا احنا دلوقتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثناء مكان بيستعد الفتح مكة وكان فيه واحد من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة وهو من الصحابة اللي شاهدوا غزوة بدر وكمان شارك مع سيدنا محمد في جميع الغزوات وفي يوم من الأيام حاطب عمل تصرف غريب جدا فأول لما عارف ان رسول الله بيستعد الفتح مكة كتب رسالة لأهل مكة بيبلغهم فيها ان سيدنا محمد بيستعد الغزو مكة وبعت الرسالة مع امرأة من المشركين اللي في المدينة وأمرها انها توصل للرسالة لأهل كوريش وهنا نزل سيدنا جبريل للرسول وبلغوا بأمر الرسالة اللي بعتها حاطب لأهل مكة فسيدنا محمد بعت ثلاثة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابا مرصد وقال لهم روح المنطقة اسمها روضة خاخ في آخر المدينة فهتلاقوا فيها امرأة من المشركين ومعاها رسالة حاطب بن أبي بلتعة فسيدنا علي بيقول فعلا رحنا للمكان اللي وصفه سيدنا محمد ولقينا امرأة مسافرة على جمل فقال لها فين الكتاب اللي معاكي قصدوا على الرسالة فقالت لهم ان مفيش حاجة معاها فالصحابة طبعا متأكدين من كلام النبي ففضلوا دوروا في حاجتها وفي الجمل بس ما لقوش اي حاجة فسيدنا علي قال لها والله ما كذبنا ولا كذبنا يعني احنا ولا بنجذب عليك ولا سيدنا محمد هيجذب علينا فانتي اكيد معاكي الكتاب اللي بندور عليه وكمان قال لها والله لتخرجنا الكتاب او لأجرد النكي وطبعا ده كان تحديد علشان يخوفها فلما لقيتهم مصرين ومش هيمشوا غير ومعاهم الرسالة فقالت لهم خلاص انا هديكم الرسالة وفعلا بعدت عنهم شوية وكانت مغطية شعرها بخمار ففكته وطلعت الرسالة من شعرها وفي رواية تانية بتقول ان هي كانت مخبية الرسالة في بطنها تحت الهدوم وفعلا اخدوا الرسالة ورجعوا للرسول فسيدنا محمد استدعى حاطب وقال له ما حملك على هذا انت عملت كده ليه فطبعا الموقف كان صعب جدا فدي خيانة وبالدليل كمان فحاطب قال له انا اولادي وعيلتي في مكة وانا غريب عنكم يا معشر كريش ومليش اصحاب ولا عزوة علشان يحموا عيلتي اللي في مكة وده على عكس بقية الصحابة اللي ليهم عشيرة واصحاب فهيدفعوا عن اهليهم واموالهم اللي هناك فبعدت الرسالة دي علشان يبقى لي معروف او جميل عند القوم فما يقزوش عيلتي فسيدنا عمر بن الخطاب قال ائزن لي يا رسول الله في قتله فسيدنا محمد قال له لا ده حضر غزوة بدر وانك لا تدري ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني غافر لكم وهنا ربنا عز وجل انزل الآيات اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير فربنا عز وجل عدبه على اللي عمله ولكن برقه لأن الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا مش الذين كفروا مثلا وتوفي حاطب سنة 30 هجريا وعمره ساعتها كان 65 سنة وصلى عليه سيدنا عثمان بن أبي عفان ودي كانت قصة حاطب بن أبي بلتعاد لو أعجبتك القصة اعمل لايك واعمل شير واشترك في القناة لو لسه مشتركتش وتفرج على القصص اللي فاتت هتلاقيها على قناتي على اليوتيوب وعلى صفحيتي على الفيسبوك وكمان ممكن تدعمني من خلال بتريون هتلاقي اللينكاب بتاعتهم كلهم تحت الفيديو وشكراً اشتركوا في القناة